تأبى هذه الأم المكلومة تصديق رحيل ابنها هادي شكر فصوره ورائحته ما زالت حية في منزلها وذاكرتها بعد أن قتلته عناصر في سيطرة تابعة للأمن الوطني في محافظة التأميم يوم الجمعة الماضي ومنذ ذلك الحين لم تتوقف مطالبات ذو الضحية الذي قتل بدم بارد بتحقيق العدالة تصطدم هذه المطالبات بمحاسبة المتورطين بصخرة غياب التحرك الحكومي وفق ما يؤكد ذو الضحية جاينا سيطرة مفاتشين هم وراء تفقالين هم روح وبعدين رايحين عليهم واحد منهم طلق برأسه والله أختمان طلقت على صدره مطالبنا من الدولة لحد الآن لا مدر الشرطة لا المحافظ أي جهة ما أسأل لحد الآن ما حد يجي لريد يوصل صوتنا ما حد يجي من الحكومة لا قائد عمليات لا محافظة لا أي مسؤول من الحكومة لحد الآن ما حد جاي نريد حتى دم ما يضعه نطالب دم ناخذ حقوقنا قدمت دعوة قدمنا دعوة لحد الآن منعف سبب القتل ومنه كاتله مكانا قاتله مديرية الشرطة الكاركوك نوحية ما يقول منعف منه كاتله وشلون كاتلين وشلون حكومة حكومة ماكو لا تعكس هذه الحادثة سوى جانب ضئيل من مسلسل الانتهاكات التي تحصد أرواح العراقيين وسط فشل وعدز حكومي عن إيجاد حلول جذرية لإيقافها ومحاسبة المتورطين بارتكابها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر